السلام عليكم وتحقية طيبة لكل محبين قناة كريم كسر إنما كنتم مرحبا بكم عين جديد آآ في هذا الفيديو غادي نتقسم معكم آخر سوال مصورة بالدرون دي البولكان دي البالما كما كنتعرفو الوسائل الإعلام لا الإسبانية ولا الدولية كلها مركزة لهذا البولكان الخطير صراحة لأن هذا البولكان حتى العلماء الجيولوجيين ما عندهم مش واحد لعلم مسبق أن فقاش غد يحبس وكيتوقعوا أن قدر هذا شيء يدوم لشهور ودول أخطر هنا نتقسم معكم آخر سوال دي البولان لمصورة فيديو نتقسم معكم لحزم الخسائر المادية وهذه نتقسم على صراحة للأخطاء اللي آآ اللي قد نرتكبتها أصلا يعني الحكومة بصفة عامة الإسبانية آآ في هذه المسائل هذه كاملة آآ بالنسبة بل آخر الصور كما كنتشوفه معايا هنا نتقسم معكم هذا الفيديو هذا هو آخر فيديو لصوراته آآ الصورة بالدرون لحد الساعة التدفق للبركان في نواصل كيفاش غادي آآ صراحة لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الخالق القوي الذي لا ينام صراحة إن هاتش هذا آآ كما كيقول الإسباني إمبارابلي هاتش هذا من قصح بسوق غادي كي تمشى غادي كي يلهم الأخضر واليابس بديور آآ كل شي الشجر والحجر وكل شي يعني قاع السكان دي للك المنطقة هاتش بصفة عامة كل شي أرحل كل شي مشاب حالو كل شي خوام تم ماياه لما كتشوفو هنا يا صراحة إن كي التهم بديور شجر كل شي كل شي كل شي سبحان يا الله سبحان يعني لا إلي الله محمد رسول الله آآ التوقعات اللي كتقول دابا لحد الساعة هاتش تدفق هذا غادي قدر وصل حتى نطلوكي آآ البلاسة اللي في الميدي ترانيو كي تم ماياه يعني ديور دي اللي في الميدي ترانيو وأيمنى غادي وصل لتمياه غادي سبب خسائر يعني أكبر وأكبر من هاتش اللي احنا كنعيشه دابا دابا هنا في هادي الفيديو كي ما كانت قسم معكم دابا لنا تصور هذي آآ آآ وسائل إعلام ولا نهضروا على نهضروا على آخر الإحصائيات لحد الساعة دابا حنا كنعيشه يعني نقضى نقلو تلتي ايام ديور البركان تلتي ايام أو اربع ايام كنظن يعني اللي انت لقا ديله دابا أربعة ايام كنظن اربع ايام ديور البركان حجم خسائر المدية لحد الساعة كيتقدر يعني تقريبا باربعمية مليون للأورو اربعمية مليون للأورو هو حجم خسائر المدية في ربع ايام يعني مادام البركان غادي كنتشر وغادي كي الهف الاخضر والليابس ورلاحظوا في ذاك الفيديو كي نحتم ما نتغفلها حياة غادي التهى ما حتهية وما غاديش يحبس فالحجم خسائر المدية غادي يرتفع باحد درجة كبيرة وغادي تقل كهيل ديال الكنارياس وديالحكومة الاسبانية يعني ديالس حكومة الاسبانية حاليا يعني كتواجه واحد تحدي كبير وكبير بزاف وقوي وخاصة ان هاد البركان يلمحبش لان كما كتعرفو كنعيشوا واحد الجائحة المفبركة اللي هي احنا خدامين عليها دا با حكومة الاسبانية يعني كتقاوم ديك شي اللي قدت عليها بديك شي اللي بغاو ودبا نساوي ديك شي هذا يعني ولا تركيز كامل دبا على البركان والمشاكل دياله والمخلفات اللي غادي تجي من بعد لان هاد شي هذا قاوي بزاف صراحة هاد شي لحد الساعة البارح يعني اه ملك ديالاسبانية بعدت واحد رسالة كي ما تقول ديالانيمون كي زعمك كي صبر الناس يعني متضررين باش انهم يعني يفوتوا هاد هاد المصاب اه واحد الحاجة اللي اللي غادي ندرون فيها دبا لي مهمة بزاف هو دبا هاد البركان هذا اخر مرة ننشط فيها كانت الف وتسعمية وواد وسبعين الف وتسعمية وواد وسبعين هي اخر مرة ننشط فيها يعني الف وتسعمية وواد وسبعين دبا قدر نقوله خمسين سانة فالخطأ اللي ارتكباته البلدية دي للك المنطقة او اللي اعطيت البرميسو ان الناس يبنيوا في ذيك المنطقة دي لبركان اللي هو نشيد. وهذا خطأ فادح لان مدام كينا واحد البركان اللي سبق لنشط هذي خمسين سنة كان اصلا ديجا الناس ما يقربوش من ذيك المناطق هذو ما يبنيوش ذيك المناطق اللي قريبة من البركان اللي لاحظتو ان الديور الولى اللي تقاسو الولى دابا خلاص دابراه هو دابراه قد يوصل الاطلانتيكو هذوك الديور الولى اللي تقاسو يعني كانوا قرابين شوية ماشي بعادي مزاف فكانوا متضريرا مباشرة من هاد البركان هادا. فهذاك يعتبر واحد من الاخطاء اللي ارتكبتها يعني البلدية بصفة عامة او للحكومة الاسبانية اللي اسمح انه شي حاجة بحلكات تقام وادا عدد كبير يعني ديال اسبان وماشي غالي اسبان حتى يعني الناس الخبارات يقولك انه علاش تعطاهم الحق انه يبنيو تمايا في ذاك المناطق هذيك وماشي غالي يبنيو ذاك المناطق اللي انه واحدة البركان اللي هو ناشط. ما كينشطش بزاف ولكن كيبقى بركان يعني ضرور انك تدخل الاحتياطات اللازمة. دابا الناس آآ بصفة عامة هاد الناس هذو اللي كين انتمياه. اغلبية ديالهم كما كتعرفوا ان هات البالما يعني تقريبا بوبلو ديال الفيلات. هذك اللي قرابين كاملين في النواحي ديال البركان. كلهم عبارة عن فيلات يعني يعني منازل الفاخرة. اه المشكلة اللي طايحين في هاد الناس هادا حاليا هما كان عارفوا ان هالناس ديال الفلوس. الناس يعينو الفيلات يسرا عندهم فلوس. فاغلبية ديال هاد الناس كيكونوا ديال يستغروا للدار يعني ديالي يستغر باش يوقع شي حاجة يعودهم. اه المشكلة اللي طايحة فيها هاد الناس دا اول حاجة استغر ما ديش يقدر يعودتش كامل. وفوق شي هذا يعني استغر يعني باش يعودك. يعني الصحته يتسلع يعني بصفة نهائية آآ يعني توقف يعني البروكارين توقف يتحايد كل شي تبدأ آآ النظافة تبدأ عاد يجي استغره يشوف كيف غايدر يعودك واش غايدر يعطيك فلوس واش يعني تكي قيم الحجم الخاصة المدين تكي حمس كل شي واشي للسمر لمدة السهور غدي يلتهم اكتر مما هو كي يلتهم الحد ساعة. الناس بصفة عامة. الناس بصفة عامة هات السكان دي للمنطقة هدي همار همار هماري ديور الايواء ديال البرجي. وطبعا يعني تخيل دابا كنتي ساكن في فيلا بلا بيشين وذلك شي والتي في البرجي يعني الديور ديال الايواء لحد الساعة. محتمل انه يعطيهم يعطيهم شقق يعني مؤقتين محتمل ولكن ما ديش تكون في البالما. ربما غادي عطاهم بلاس اخرى. آآ الحجم الخسائر المادية غادي كلف اسبانيا يعني اتمينة باهدة. واسبانيا كانت في غينة على آآ ازمة بحال هذي. اللي هي خاصة كما كاتعرفوا اسبانيا الله دابا يلا كاتجي بفلوس من اوروبا. كاتدبار بشوية بشوية باش يلا يعني تركو بري اللي كونومي ديالها. يلا باش يعني اللي كونومي ترجع تدير امرش. تخيلوا يلا الفلوس كاتجي من من الاتحاد الاوروبي. باش تركو بري اللي كاتجي كاتدركو حت ضربة في كاناريا سولية ضربة هذي الخايبة ما عمروها. ما معروفها شو كاش هذي تسالة. وهذا هو الاخطار يعني واللي صراحة يعني كينبه بان ازمة قادمة. اه تقدر تقيس هاد الدولة هذي صراحة لان كل معطيات كتقول هاد الشي هادا كامل. ماشي انا يا. غادي نشوف ماس هادا لانتي شنو يقدر يقول انها واش كينا شي دراسا واش تبين انه غادي حبس هاد البركان ولا باقي غادي انتشر التخوف الكبير. انه النزيف تيل هاد البركان هادا الاطلنطي ما عارفش يعني كيقول القدار يعني وصلحتها يكون عنده يقدب واحد صناة من المغربة تشي اللي كنستبعدو بززاف هنا صراحة ولكن ما نعرف يعني كل شي اه كل شي ممكن حتستعى ما دم انه ما كناشي واحد الاحصائيات كتقولنا نهار باقي لسي ما نيحبسوا فهناك يبقى كل شي غامض وغادي نتقسم معكم شاء الله كل جديد في هاد اه المشكل اللي كتعيشوا اسبانيا مع الاسف شديد اه اه تمنى اول حاجة يعني وخاص باليون تمنى لهم ربي الله يصبرهم يعني وخاك يبقوا يكونوا مسيحيين ولا مسلمين احنا كنهضرب دافع الانساني احنا كاانسانيين كانت منوا ربي ما يصبر هاد ناس هادو يعني خاصة الاطفال الصغار لانها كتسبت لهم حل الازمة كبيرة انا كنت كنت تفرش في التلفازة في الاخبار اه يعني كنت يعني نفسيا تأزموا بززاف صراحة الاصار وخاصة الاطفال الصغار من هاد ان الخلع جاتوا من الخلع بززاف وتخوفوه متى هاد اللي كيعيشوه ما ما شافوهش عمر ما شافوه را نورمال را انتو تكون فانتمنى ربي صبرهم وتمنى ان تكون ان شاء الله اخبار يعني عكسها تشي اللي كنا كنت نتوقع اه انها تكون فما بقالي ما نضيف للفيديو شكرا لكم جميعا على المشاهدة حتى الاخر كنتمنى الانس يشاهدوا مع انتال الاخر اعطونا لايك بارتاج بالفيديو اخر ما تصور لحد الساعة في البركان حتى الفيديو القديم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته